أعلنت وزارة الصحة عن تقرير مفصل عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وعيادات تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها في جميع محافظات الجمهورية وفقا لتقرير الوزارة فإن إجمالية الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في الخامس والعشرين من يونيو الماضي وحتى أمس بلغت ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وأربعين خدمة وشهد يوم أمس تقديم خدمات بلغت ثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائة واثنتين وخمسين خدمة بينها عشرة ألاف وستمائة وثلاث وثمانون خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسا وخمسين زيارة اشتركوا في القناة